اشتركوا في القناة بالطريقة اللي التاني ده عايز يتحب بيها والسبب التاني بقى هو ان اللي اتنين دول مفيش ولا واحد فيهم بيقدر الطريقة اللي الاولاني بيحبوا بيها الله افهم من كده يا فارس ان الحب له انواع مختلفة ولا ايه يعني حتى الحب صعبته علينا لا يا باشا الحب هو الحب يا حبي بس فيه طرق مختلفة بنعبر بيها عن حبنا ده هم خمس طرق او خلونا نقول خمس لغات حرفيا زي ما الكتاب ما بيقول تخيل معايا كده لو انت مصمم تتكلم بالانجليزي مع واحد ما بيتكلمش غير فرنساوي مهما ان كان كلامك حلو معاه هو مش هيفهم حاجة صح ولا ايه فلازم تتكلم معا اللي قدامك باللغة اللي هو يفهمها ولو انت ما بتعرفش تتكلم اللغة دي يبقى لازم تتعلمها ونفس الكلام برضو ينطبق عليه ولو انتو معرفتوش يا جماعة تتقابلوا في النص يبقى هو ده معنا انكو تبقوا اتنين بتحبوا بعد جدا بس مع الاسف مش متفاهمين ينهاري سوت بيفكر بالصيني بيفكر بالصيني بالبلد كده يا جماعة لازم نحب اللي قدامنا بالطريقة اللي هو عايزها او نعبر له عن حبنا ليه بالطريقة اللي هو هيفهمها ولكن مش بالطريقة اللي احنا عايزينه يتقبلها علشان احنا شايفينها حلوة انا بحب الاكل حراء بعشاء الشطة عمعلمها وشايفها بقى حاجة في منتهى الجمال فانا ممكن بنية كويسة طبعا اأكل اللي قدامي شطة وانا فاكر وانا متخيل ان انا كده بجامله بما ان الشطة دي في وجهة نظري حاجة حلوة قوي بس لو هو عنده حساسية منها وانا معرفش ابقى انا كده بأزيه مش بدلعه زي ما انا فاكر ده ممكن اصلا ان الاقيه متضايق مني مع ان انا شايف ان انا عملت له حاجة حلوة فاهمين فلازم دايما احط عيني على احتياجات اللي قدامي قبل مبز المجهود وده علشان اكون ببز النوع المجهود الصح او بتكلم معا اللي قدامي باللغة اللي هو هيفهمها علشان كده يا جماعة العلاقات بتفشل علشان بالرغم من اني بحبك حب جنون وانت كمان بتعشقني الا ان احنا اتنين مرتبطين اه بس مش فاهمين بعض او يظهر كده تلعنا ما نعرفش بعض اساسا الكلمة دي انا قلتها زمان لما كنت لسه بناقش في كتاب قوانين السلطة التمانية واربعين سمع اللي قدامك الكلام اللي هو عايز اسمعه مش الكلام اللي انت عايز تقوله كده هتلاقي كل حرف بيطلع من بقك بيسحر له دانه وله تأثير عظيم عليه طيب كده وصلتكم الفكرة ندخل بقى في الموضوع مهما كان جنسك او ملتك او دينك او سنك ومهما كانت البلد اللي انت بتتبعني منها مفيش غير الخمس لغات دول بتوع الكتاب لغات اي حد يقدر يعبر بيهم عن حبه لأي شخص في الدنيا سواء بقى كان الشخص ده زوج او زوجة اخ او اخت صديق او صديقة اب او ام قريب او بعيد بس الخمس لغات دول يا جماعة طريقين طريق رايح وطريق جاي لان الحب اخده وعطاه كل واحد فينا متمكن قوي من لغة واحدة في الخمسة دول وده بناء على شخصيته زي ما انا ما عايز اللي قدامي يتكلم معايا باللغة بتاعتي اللي انا بفهمها يعني يعمل لي الحاجات اللي انا بحبها هو كمان عايز نتكلم معايا باللغة بتاعته يعني يعمل له الحاجات اللي هو بيحبها مش الحاجات اللي انا شايفها حلوة من وجهة نظري فقط الاربع لغات اللي فاضلين بقى من الخمسة ممكن نكون بنتكلم اتنين منهم كلابي كده بنمارسهم قليل لان من وجهة نظرنا مش هو ده اللي هيسعد الطرف التاني او مش هو ده اللي احنا بنعرف نعمله باتقان او لما بنستقبلهم من الطرف التاني ما بنفرحش قوي مش هو ده اللي احنا عايزينه بس هنقدرك يا سيدي كتر خيرك واللغتين اللي اتنين الباقيين بقى ما بنتكلمهمش خالص يا اما مش بنمارسهم يا اما مش بناخد بنا اصلا اما اللي قدامنا يكلمنا بيهم طيب في نهاية الفيديو ده يا جماعة انا عايز اعرف كل واحد فيكو شايف هو بيتكلم اي لغة من الخمسة دول باتقان وعايز اعرف وجهة نظركم طبعا اي لغة في الخمسة دول هي اللغة الاجمل يلا بنا نشوف مع بعض بقى اي هم الخمس لغات دول وحكايتهم ايه طيب اللغة الاولى هي لغة اللمس واللمس ده شيء عادي جدا ها مش اللي جي في دماغك خالص مش ناقصة اللي اتأذب يا جماعة زي ماما ما كانت بتسرح لك شعرك وزي ما كان ابوك بيدي لك حضنة صفر في ناس بالنسبة لها الحاجات دي هي الطريقة الوحيدة اللي هم بيعرفوا يعبروا بيها عن حبهم للطرف التاني او الطريقة اللي هم نفسوها من التاني يعبر لهم عن حبك بيها طب تعرف ازاي بقى لو الطرف التاني اللي في حياتك من النوعية دي النوعية دي هتبقى دايما بتدور على اي حجة علشان يكون فيه داعي للتواصل الجسدي بينكو هيبقوا دايما لازقين فيكو وبيعشاؤوا الاحضان هيكونوا شخصية تاتشي كده دايما ايده على كتفك وهو بيكلمك او بيطبطب على ظهرك دون اي داعي لو انت مثلا ملاحظ ان امراتك عينيها بتلمع لما تبوص راسها كده وهي بتطبخ لك او جسمها بيقشعر لما انت تجري صوابع ايديك بين شعرها او بتحس بنشوة لما تمسك ايديها يبقى دوس يا باشا في الحتة دي حتى ولو الموضوع بالنسبة لك لا يمثل نفس الاهمية ولو انت بقى ملاحظة ان جوزك بيكون في عنان السماء لما ياخدك في حضنه كده وانتوا اللي اتنين قاعدين على الكنبة بتتفرجوا على فيلم او بتشوف البسمة بسم الله ما شاء الله بعرض اتنين متر على وشه وانت بتلبسي له الجاكت بتاعه او بتروح عليهم لما انت بصوابعك تعملين له مساش كده اعملين له الحاجات دي اللي بتبسيته لان هي دي الحاجات اللي هو بيحس بيها ان انت بتحبيه وخلي بالك بقى ان انت اصلا لو عملت له اي حاجة تانية حلوة هو ممكن ما ياخدش باله منها اصلا زي مثلا لو انت وقفتي على المطبخ على رجلك اربع ساعات بتعمليه في اكلة حلوة قوي وتلاقيه مش منبهر خالص طيب لو هي بتحب تستقبل اللمس بس مثلا تكون انت عمال بتقولها في كلام حلو كتير هي اصلا مش هتسمعه يعني هي هي مش بتتجاهلك خالص بقى ولا حتى فكرة انها مش مقدراك هي اصلا مش سمعها لانها مستنية منك لغة تانية خالص تكون هي بتفهمها اللي هي لغة اللمس التواصل الجسدي ده انت لو قلت لها وحشتيني وانت وانت بتحضنها كده هتلاقيها اصلا ما بتردش عليك لان هي ما سمعتكش خالص هي مركزة في الحضن واي صوت طلع من بقى كباشة بالنسبة لها ما هو الا مجرد صدى صوت كده في الخلفية ولو هو من النوعية دي يبقى رغم كل الهدايا بقى اللي انت بتجيبهه له هو برضو مش هينبهر الانبهار اللي انت متوقع لان اللي هو عايزه هو ان هو ياخدك في حضنه وانتو بتتفرجوا على فيلم هو ده الحب بالنسبة له ما ظنش يا جماعة بقى ان احنا محتاجين ندخل في تفاصيل اعمق من كده في موضوع اللمس ده لان ده بصراحة كده مكان اكل عايش وانا ماليش اي مساج بصراحة ان انا لقى موليس الأدب بيخبط على بابي ايه ده ماما مين ندخل بقى في اللغة التانية تاني لغة من الخمس لغات اللي في الكتاب هي لغة الكلمات الرومانسية لو الطرف التاني من النوع اللي نفسه يسمع منك كلام حلو مثلا زي جواب او مجاملة او حتى كلمة بحبك او بحبك موضوع اللمس ده مش هيبقى فريق لهم اطلاقا او بمعنى اصح يعني مش هيأثر فيهم نفس التأثير زي لو كانوا هم من النوع اللي بيتكلموا اللغة الاولانية الشخص ده انت لازم تحسسه انه هو عايش في فيلم ديزني تعايشه كده قصة حب على ارض الواقع مع الشخص ده ماينفعش ان انت تفوت يوم من غير ما تقولها وحشتين يا سارة او انا بحبك يا محمود وكل فين وفين كده رسالة جميلة انا بعتها لهم على الواتس اب بالليل وهم نايمين علشان يصحوا يلاقوها على التليفون هيبقوا في قمة السعادة من الحركة دي او زي مثلا يا جماعة جواب مكتوب بخط الايد او شامعة كده وانتوا قاعدين متتعشوا مع بعض تشكر فيها قدام اهلها واتعبر لهم عن حبك لها بانك تقول قد ايه هي او هو الزوج او الزوج المثالية الشخص ده يا جماعة ودنه يعني ودنه حساسة جدا لاي كلمة كلمة حلوة زي كلمة بحبك هو عمره ما هيزهق منها وفي كل مرة هترفعي في عنان السماء بالكلمة دي زي ما الكلمة الحلوة ممكن تأثر فيهم قوي كده برضو ممكن يأثر فيهم جدا بقى امتقاد بسيط وبريق زي مثلا فستان دي حلو بس انت عندك حاجات احلى من كده يا حبيبتي ده ممكن انت تقول لها كده تلاقي يومها بص خالص فانت لازم تكون حريص جدا وانت بتتكلم معها علشان ما تجرحهاش ونفس الكلام ليكي وبردو يا جماعة لما نلاقي ان هم مثلا في يوم حققوا انجاز فستان ايه يا بقى شهد التأثير بتاع مش عارف ايه لازم بالوغة الشفوية لازم نعبر لهم عن قد ايه احنا بجد فخرين بيهم او اننا مثلا يا جماعة نفكرهم دايما بقد ايه الحاجات الحلوة اللي هم عملوا لهنا ان شاء الله من عشر سنين احنا لسه متأثرين بيها لحد دلوقتي ومن سنهاش ايوى يا جماعة لازم نقولهم ان احنا مقدرينهم ونخليهم كمان يصدقوا ان الكلام ده بجد طلع من قلبنا لو الشخص بقى اللي في حياتك من النوعية دي انت او انت فانتو في قمة الحظ السعيد لان الشخص ده على قد ما هو ساهل قوي انه هو يزعل منك على اي حاجة انت قلتها من غير ما تقصد فهو برضو بيفرح قوي بالحاجات البسيطة ومش مستنيك بقى تقعد تكلف نفسك وتجيب له في هدايا عشان يحس بالابهار اللي انت عايز تبهره له انت كلمة واحدة حلوة بس كل يوم هتقوم بالواجب ده ده بوكي ورد وحتة شوكلة لطيفة كده هتخليهم بصوا يعني في حتة تانية خالص او اغنية حلوة في الخلفية يا جماعة اغنية كده لما تشتغل تقولوا للطرف التاني ان الاغنية دي بتفكركم بيه وهكذا بقى يا جماعة فخلوا بالكوا بقى علشان الشخص ده لم يستني من انكوا تجيبوه له هدية ولا تعملوله خدمة ولا حتى تطبطبوا عليه انتوا لو ما تواصلتوش معاه برومانسية شفاوية هو اصلاً هيحس انكم مش بتحبوه رغم كل حاجة حلوة بتعملوه له فنركز شوية بقى ونتكلم معاه اللغة الوحيدة اللي هو بفهمها على فكرة اصحيح انا من النوعية دي يا جماعة اتفضلوا بقى هايزكم تعرفوني تحت في الكومنتات انتوا بتحبوني قد ايه لا بصوا بقى نفخوا في صورتي على قد ما تقدروا عايز على اقل عشرة الاف كومنت من كل واحد طيب ندخل بقى في اللغة التالتة واللغة التالتة دي هي لغة الافعال اهو الشخص بقى اللي من النوعية دي لم استنيك تطبطب عليه ولا حتى مستني منك ان انت تقوله كلمة حلوة كل الكلام ده بالنسبة له بلح او بمعنى اصح يعني الحاجات دي يا جماعة مش هتأثر فيه نفس التأثير الشخص ده يا جماعة بالنسبة له الافعال صوتها اعلى بكتير من الكلمات هو عايز يشوف منك افعال بس مش بالمعنى اللي انت فهمته يعني هي مش عايزك تعمل لها الجزء التاني من فيلم افريكانو وتطلع لها كده على شلال تمام تطلع كده على الارتفاع تسعين الف وتسعمائة وسبعين متر من الارض وتنط من فوق علشان تثبت لها ان انت بتحبها وانت بقى حدرتك برضو مش محتاجة يعني مش محتاجة تحولي نفسك لسندريلا علشان تكوني الاميرة بتاعت احلام وهذا الموضوع ازهل وافسط من كده بكتير ما تقوم يا جدعه ما تقوم كده بدل من انتعب تتفرج علي يا قوم يا حبيبي روح المطبخ لامراتك وقال لها انت شكل ظهرك واجعك اعودي رياحي انا هاخسل المواعين النهاردة ما تقوم يا باشا تجيب الغسيل من على المنشر او تروح ان انت يعني ترمي الزبالة بتاعت البيت ترميها برا ما تقول لها ما تتعبيش نفسك شكلك مرهقة بلاش طبيق النهاردة انت ظهرك وجعك انا هبعت اجيب اكل من برا انت شكلك تعباني وانا مش عايز اسيبك لوحدك انا بما ان انا اقدر اعمل كده انا هشتغل من البيت النهاردة او قريب من البيت علشان اكون جنبك لو احتاجتيني وانت بقى بصي يعني عشان خاطري ها حطي مليون خطة احمر تحت الحتة دي كفاية حبهان في الاكل والله العظيمة بنحبوش يا جماعة ما تقوم يتعملونه الاكل اللي هو بيحبها احسن وهو قاعد ما انتخ كده بيتكلم في التليفون بيعمل اي بيزنس ميتنك بتاع ما تروحي كده اتفاجئيه بكوبية اهوة دخلتي المكتب من غير ولا كلمة واطلعتي عشان يحس ان انت مش متضايقة انه هو اخد جنب ما تحسسين ان انت متنازلة عن بعض الرفاهيات زي الست العقلة لما تلاقي جزءها مزنوق مديا خلوا بالكو يا جماعة ان الشخص ده حساس جدا لو حس انه هو تقيل على قلبكو يعني هي لو طلبت منك حاجة زي ان انت مثلا تجيب لها حاجة من فوق كده هي مش طايلها بيديها او لو هو طلب منك تعملي له كوبية شاي وهو قاعد بيشتغل في البيت او لو هي طلبت منك تسيب اللي في ايدك علشان تقعد ساعتين بتصلح لها في الانترنت بتاع التليفون اللي الله واعلم جراله ايه ايا كان يا جماعة لازم اللي قدامك يحس ان انت حابب تيجي على نفسك وحابب تخدمه انما جاوه بقى اوف بقى انا جاي انا مش فاضي دلوقتي انا مش قادر بتاع مش عارف ايه انت كده يا باشا انت كده بتشتموه باللغة بتاعته بتقوله يا عم لا يا عم انت فاهم غلط انا مش بحبك اوي كده ده ايه اللي عشام الزايد اللي انت في ايه الاوفر ده بس فلو اللي قدامك بيحب يتخدم يبقى يخدمه ويا سلام بقى لو شافك بتخدمه بيديك بدل ما تستسهل لان الكلمة الرومانسية مش هتنقذك في هذا الموقف ولا حتى التبطبق او مسك الادن يا صديق العزيز مش هو ده اللي الطرف التاني عايزه هو عايز يشوفك سعيد وانت جاي على نفسك علشان خاطر تسعده سبحان الله ده انا عن نفسي بردك شكلي كده اتلعت من النوعية دي اعملوا لي بقى يا جماعة لايك للفيديو كده علشان نساهم في انتشاره لأكبر عدد من الناس ممكن تكون محتاجة انها تسمعه ولو ما كنتش بتقل عليك ايه اعمل لي سبسكرايب كده بالمرة ايوة كده عايزة شوفك وانت جاي على نفسك عشاني او النبي ندخل بقى يا جماعة في اللغة الرابعة لغة الهدايا اوه شايفك اللي زي حالتي كده مقصة الكنافة مع فاليو في رمضان اللي فات بس الموضوع بصراحة كده مش لازم يكون مكلف زي ما انت فاكر طب ايه هي بقى نوعية الشخص اللي بالنسباله مش هيحس ان انت بتحبه غير لو جبتله في هدايا اكيد شخص مدي طبعا صح؟ لا يا اخويا مش صح انت ممكن تكون مرتبط بواحدة غنية قادرة تجيب لنفسها اللي هي عايزة بفلوس ابوها بس بتفرح قوي لما الهدايا تيجي منك انت وانت ممكن تبقي مرتبطة اصلا برجو الاعمال غني جدا قادر يجيب لنفسه اللي هو عايزه بفلوسه مش مستني حاجة من اي حد بس لو انت جيبتله هدايا زي مثلا ازازة برفيوم كده هو مش هيرش غيرها من هنا لحد ما تخلص الناس دي مش مادية يا جماعة خالص بقى هم بس عايزين يشوفوا ان اللي قدامهم عارف ايه هي الحاجات اللي هم بيحبوها بيحسوا انكو فاكرينهم وفاهمينهم بما انكو عارفين ايه هي الحاجات اللي هتبسطهم الشخصيات اللي من النوعية دي يا جماعة هتلقوهم بيحبوا المفاجآت جدا رحلة سفر تفاجئوهم بيها هتخليهم يحسوا بفرحة هستيرية او بوكي وارد غير متوقع بالمرة بدون مناسبة كمان وانت كده هي عدت جبته وانت مروح البيت بعد الشغل او هي ترجع من برة تلاقيك اصلا في البيت انت اللي محضر العشاء وعمل جوه رومانسي كده في البلكونة ده غير طبعا انه جدير بالذكر ان المناسبات دايما لازم تجيبوا فيها هدايا لانه الناس دي بالنسبة لها المناسبات يعني شيء مقدس حتى وان كان الموضوع بالنسبة لك انت يعني اتفه ما يكون في رمضان تجيب لها فانوس في عيد الحب تجيبوا البعض وارد في عيد الاضحة تجيب لها خروف صغنم كده تعلقوا في سلسلة مفاتي اي اي حاجة بقى وعلى فكرة مش عشان انت ست بقى ما تجيبهيش هدايا ممكن عادي جدا وانت مثلا من رواحة من شغلك من عند مامتك بتاع تعدي على المكتبة تجيبيه له وقالة من ثلاثة كده خطهم حلوا بدلا اللي عنده او اجندة جديدة لو كان هو مثلا بطبع شغله بيكتب كتير منتجات التجميل بقى اللي بتعشقها الستات مش هوصيك يا باشا هاتعدي على صفورة كده وانت في اي مطار وانت راجع من برا هم يا جماعة بالنسبة لهم الحب بيتجسد في الهدايا لان الهدايا بالنسبة لهم بتأكد لهم ان انتو مش بس فاكرينهم بس فاهمينهم كمان وعلشان كده في حاجة اسمها فن اختيار الهدايا الشخص اللي من النوع ده بقى يا جماعة ممكن مثلا يكون ما بيفهمش الكلام الحلو اللي انت بتقولهوله او ما بيلاحظش الخدمات اللي انت بتيجي على نفسك علشان تعملها له او ممكن تكون حواسه لا تستجيب لللمس زي ما بيحصل مع غيرهم الهدايا هي اللغة الوحيدة اللي هما بيفهموها فتعلموا تتكلموها تصدقوا يا جماعة انا برضك شكلي كده طلعت من النوعية دي ولا ايه طب يلا بابصوا انا هفتح بقى صندوق تبرعات كده عشان الدنيا مزنقة معي حبتين هيكبسوا كبسوا يلا زي الشحاتين بتوع تيك توك طيب ندخل بقى يا جماعة في اللغة الخمسة والاخيرة وهي لغة الزمن يعني ايه؟ يعني اللي قدامك يحس ان انت بتديله جزء من وقتك ليه هو فقط سواء بقى نزلتوا مع بعض تتعشوا او تتمشوا او تروحوا السينما مع بعض او روحتوا مثلا تاخدوا كورس كده او كلاس طبيخ او تعملوا اي حاجة مع بعض حتى ولو هتتفرجوا على فيلم في البيت او تتكلموا مع بعض في موضوع عشوائي وانتوا قاعدين على الكنابة وجها لوجه كده بالساعات الشخص ده عايز يحس ان انت بتديله وقت بتاعه هو لوحده او بمعنى صح بتاع كنتم الاتنين لوحدكم فقط من غير اي ديستراكشن اخر من غير اي تدخلات يعني لا تمسك تليفونك وهي بتتكلم ولا تاخدها الكافية وهي متوقعة ان انت هتروح تقعد معها هناك تليك اصلا مش معبرها وهي بتتفرج على ماتش سيراميكا كليوباترا وفيوتر لا وتعليل انت كمان بقى مايبقاش الباشا مكلف نفسه كده وجايب بقى ايه في بيتزا ومحضرلك موفي نايت ومضلم الاجواء ومولعلك شمع وجايبلك ورد ويلاقي ان حضرتك بعد ربع ساعة بالضبط مما بدأ الفيلم روحتي في النوم تماما او عمالة بتسأليه تسعمائة الف سؤال في نفس الفيلم اللي هو على فكرة اول مرة يشوفه او يحس ان انت عادة تتفرج على الفيلم مش مركز معه بنسبة مايب في المياه زي لو مثلا لو ماسكى التليفون بتاعك الشخص ده يا جمعة بالنسبة له مش بيفرح لما تقعدوا مع بعض على قد ما بيفرح لما يشوفكم بتحطوا اي حاجة غيرهم على جنب وانتوا قاعدين مع بعض زي مثلا لما تاخد بعضة كده وتروح تقول لها انا زهقت من التليفون انت وحشتيني ادي اسدت التليفون هرميته في صفحة الزبالة انا النهاردة ملكك انت بس يلا ننزل نعمل اي حاجة مع بعض او زي مثلا ما تقولي له انا بقالي كتير ملاحظة ان احنا ما بنعودش مع بعض انا خلاص وديت العيالي عضوا مع اماما انا بقالي اسبوعين بذكر لهم عشان الامتحانات وكده النهاردة يوم يا انا وانت وزي اي حاجة تخليهم يحسوا ان انتوا اللي عايزين تعودوا معاهم مش انكم جايين على نفسكم علشان تخدوه على قد عقله وخلاص كده فاهمين زي كده بالظبط يا جماعة عيال لهوة شكل اطلعت من النوعية دي كمان عايزكم بقى يا جماعة كل حلقة انزلها وتبقوا قاعدين كده قدام التليفون او التابلت او اي ان كان يعني مستنين الحلقة بقى من قبلها بـ 48 ساعة كده واتشوفوها كمان على الاقل تعالوا نقول مسلا 78 مرة اوكي بلوكو يا جماعة عملوا سبسكرايب بقى لشان يجيلكوا اشعار ملكوش حجة بقى طيب نتكلم بجد ونختم اهم درس نتعلمه من الكتاب ده هو كون ان اللي قدامي بيحبني بطريقته هو ماش بالطريقة اللي انا عايز اتحب بيها فده لا يعني ان هو مش بيحبني بكل قلبه فخليك بقى اسكى كده من الطرف التاني وقدره هو على طريقته في الحب حتى ولو مش ده بالظبط اللي انت عايزه منه وبالمرة بقى كامل جميلك وحاول ان انت تدي له نوع الحب اللي هو عايزه كده يبقى انت ايه عدك العيب هو خلي بالك ان الطرف التاني لو ما استقبلش منك نوع الحب اللي هيحسسه اصلا ان انت بتحبه نوع الحب اللي هيقصر فيه هو اصلا مع الوقت هيحس ان انت ما بتحبوش فناخده على قد عقله يا جماعة ونتكلم معاه باللغة بتاعته زقه اليوم يا جماعة وخلوا المركب تمشي عرفوني بقى ايه هي اللغة اللي انتو شايفين انكم بتتكلموها باتقان تحت في الكومنتات وعرفوني برضو يا جماعة في وجهة نظركو كده اي لغة انتو شايفين انها الاجمل طيب يا جماعة انا بقول لأي حد فيكو لو انت او انت عايزين مثلا انكم تحجزوا معايا استشارة مكالمة صوتية علشان تستشروني في اي حاجة تخصوكو اكون اتكلمتي فيها في الفيديو ده او في اي فيديو تاني كل اللي انتو محتاجين تعملوه ادخلوا عندي على انستجرام اعملولي فالو وبعتولي رسالة هناك اكتبولي في رسالة دي بس استشارة واسبوني بقى وابعتلكو كل التفاصيل انتو مش لوحدكم وانا والله العظيم ما هسيبكم ما تخافوش يريد تعملوا لايك للفيديو يا جماعة انتو كده مش بس بتدعموني ولكن كمان بتساهموا في انتشار الفيديو الاكبر عدد من الناس ممكن يكون محتاج ان هو يسمع كلمتين دول اللايك بتساهم جدا في انتشار الفيديو يا جماعة ادلع الخير كفاعله ساهمه معايا في الاستفادة وعلى فاكرة شايروا الفيديو ده مع الطرف التاني ما فاش اي حاجة المهم انه هو يحس ان انتو بتقولوله احنا الاتنين محتاجين نشوف الكلام ده مش انت بس وبكده انا خلصت كل اللي انا كنت جاي اقوله النهاردة كان معكم اخوكم محمد فارس وفي انتظاركم ان شاء الله في حلقات جديدة من الحلقة المفقودة